بعد استقالته من إدارة أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قرر الملحن والممثل المصري محمد وزيري الخروج عن صمته والتكلم عن كل ما يخص علاقته بهيفاء وضحض وزيري بعد الشائعات والأخبار التي انتشرت أخيرا مشددا على أن علاقته بالنجمة الجماهيرية لم تتأثر بقرار استقالته وتركه العمل كمدير أعمالها وأكد وزيري أن هيفاء تعرضت قبل فترة لوعكة صحية شديدة بعدما أصيبت بفيريوس في المعيدة وليس في الكبد كما أشيع مشيرا إلى أنها لم تصب بالسرطان وأن كل ما تم تدوله خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة ونفى أن يكون مرضها نتيجة تناولها المستمر للمشروبات الكحولية وإدمانها على المخدرات مؤكدا أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء وكل ما قيل لا يتعدى كونه شائعات تلاحق أي فنان وطال جحيم المخدرات عددا كبيرا من الفنانين ووفقا لما ذكره عبد النور خليل في كتابه المعممون في الطرب فقد كان المسيقار سيد درويش الذي توفي عن 31 عاما مدمنا على المخدرات وكان السجن مصير عدد من الفنانين حيث ألقي القبض على الفنانة ماجدة الخطيب عام 1985 بتهمة تعاطي المخدرات ليحكم عليها بالسجن خمس سنوات وقضى الفنان سعيد صالح عام 1992 عاما كاملا في السجن بسبب هذه التهمة وحديثا تم الحكم على الفنانة دينا الشربيني بالحبس السنة وتغريمها 10,000 جنيه بعد اعترافها بشراء تذكرتين كوكايين وألقي القبض على الفنانة نيفين مندور بتهمة تعاطي المخدرات وكان المطرب جورج والسوف تعرض للسجن في السويد بتهمة حيازة مخدرات قبل أن تفرج عنه المحكمة واعترف الفنان نور الشريف بأنه تعاطى الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة لمدة عامين كادت خلالهما أن تقضي على مسيرته الفنية للأبد واعترف الفنان فاروق الفيشاوي أنه كان يدمن المخدرات في شبابه واصفا ما تعرض له بالتجربة الصعبة والمريرة كما اعترف الفنان أحمد الفيشاوي بأنه تناول العديد من أنواع المخدرات أما الفنانة السورية أصالة نصري فقد ضبط معها كوكايين في مطار بيروت لكنها نفت تعاطيها للمخدرات